ما عدكم طائفية فيما بينكم؟ كل وزارة اليوم أي وزير يستلم وزارة رأسا يقصل كل لأغلبهم ويتجه باتجاه الحزبة أو الجهة اللي جابتها لكنه بالحشد ما عدنا هذا الشيء أكو من ضمن مقاتلين الحشد هم من يعني ابناء السنة؟ عندي أنا بالتشكيل المالي من ابناء السنة موجودين؟ موجودين كيف تعاملكوا ياهم؟ نفس الآخرين طبيعي؟ طبيعي ماكو تمييز؟ ما ميز أبدا بين أي واحد حتى نوصل أميز بس قضية واحدة بالموقف أكون الموقف يختلف مما بين الناس مثلا أي موقف؟ موقف تدري إحنا اليوم رجال ونحتاج المواقف صاحب الموقف ما تتعامل ويا فقط في إدارتك معه بالمؤسسة حتى خارج المؤسسة لك واحد من المقاتلين الموجودين بالحشد هو من ابناء السنة لكن تشوف علي عنده مواقف قوية جدا كثيرا ويعني شجاع نحن موجود موجود وعدهم مناصب أيضا هم على فكرة البعض يقول الحشد فقط للشيعة هذا لا يريد الحشد هذا يريد يبقى العراق بدومة العنف والطائفة والأحلام الماضية هذا بعد لحد يحلم دعني يقعد من هذا الحلم السابق أنا أريد أن نبقى بالحلم بعدهم أكو ناس أكو ناس بعدها تحلم بعدها تحلم وأي واحد يريد يحلم من هذا نروح نقعد نقول له يقعد كافي هو أجده يحلم ما في بعضه واضح الكلام ترجمة نانسي قنقر